انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الديد لترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة ورحب سموه في بداية الاجتماع بعضاء المجلس مهنئا لهم تأسيس الجامعة واختيارهم أعضاء لمجلس أمنائها لما لهم من خبرات ستسهم بجهودهم في انطلاقتها وتقدمها بشكل سريع علميا وعمليا واعتمد صاحب السمو خلال الاجتماع تشكيلا لجان الرئيسة وهي اللجنة الأكاديمية برئاسة الدكتور محدثة الهاشمي ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي برئاسة الدكتور مصبح السعيد الكتوي ولجنة المالية برئاسة المهندس علي بن شاهين السويدي ولجنة تنمية الموارد برئاسة الدكتور خليفة طنيجي وتناول الاجتماع الحديث حول الرؤية السياسية العامة لجامعة الذيد وأهدافها العلمية والعملية والمجتمعية وبحث وضع أنظمة العمل والإجراءات التي تتناسب مع الرؤية الطموحة للجامعة وتعرف المجلس على أحدث المستجدات في مشروع بناء الجامعة وتوفير المرافق المتنوعة والفصول الدراسية والمختبرات العلمية والعملية والتقنيات والوسائل التي سيتم رفض الجامعة بها لتعزز من المنظومة التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب والطالبات ترجمة نانسي قنقر